المترجم للقناة أهلا بكم في نشرة أخبار الراي تصحبكم خلالها سمير عبدالله والبداية دوما بأبرز العناوين الموروث الشعبي يخطف الأضواء بزيارة أمير البلاد تم الموافقة اليوم على عدة مقترحات والتصويت عليها ومن أهمها الخطة الإنمائية فصل مثل هذا سنوات طويلة لم يفعل جريمة الإنمائية والسنوية تحضيان بموافقة المالية البرلمانية هذا الطريق يعني يكمل الإنسيابية اللي بدأناها من دوار الشرطون جولة حكومية تفقدية على أبرز مشاريع الكويت التنموية اعدام الرشاوي والكربولي والكويت تستنكر حرق الطيار الجهود التربوية منصبة على دعم التوجهات العلمية وفي النشرة معرض اليخود لوحة فخامة وأصالة مهرجان الموروث الشعبي خطف الأضواء اليوم بحضور أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد وولي العهد الشيخ نواف الأحمد في منطقة السالمي فيما قام الأمير بجولة على متاحف جول مجلس التعاون الخليجي ومتحف السيارات التراثية وجمعية العون المباشر والمركز الحراثي الشبابي التراثي بالهيئة العامة للشباب والرياضة حيث طلع على محتوته المتاحف من لوحات فنية شعبية وأعمال تراثية جسدت التاريخ العريق لدول الخليج العربي الخطة الإنمائية الخمسية بالملاحظات والتعديلات الحكومية والنيابية خرجت من رحم اللجنة المالية البرلمانية التي وافقت على مشروعها بغالبية الأعضاء كما صدقت اللجنة في اجتماعها الذي يسبق الجلسة البرلمانية القادمة على قرارات أخرى ربب الداح والتفاصيل وفقت لجنة شؤون المالية والاقتصادية على مشروع قانون بإصدار الخطة الإنمائية الخمسية ومشروع قانون بإصدار الخطة السنوية لعام 2015-2016 وقال مقرر اللجنة النائب محمد الجبري أن اللجنة أوصت أيضا بالموافقة على اقتراح بقانون بشأن إنشاء شركة أخرى للمواشي حرصا منها لإيجاد تنافس بين الشركات يصب في صالح المواطنين تم الموافقة اليوم على عدة مقترحات والتصويت عليها ومن أهمها الخطة الإنمائية 2015-2020 الكل يعلم أن ذكرنا في السابق أن هذه الخطة تكلفتها 45 مليار ولكن لما حسبنا لأن خطة في خمس سنوات في مشاريع 45 مليار تتجاوز الخمس سنوات فطلبنا من الحكومة أن نتحدد المبلغ قيمة المشاريع التي في الخمس سنوات وتم تحديدها وتم تقليص هذا المبلغ إلى 34 مليار اللجنة وفي اجتماعها أوصت بالموافقة أيضا على اقتراح بقانون لتدعيم ديوان المحاسبة في دوره الرقابية طبعا هذا خاص في المخالفات المالية وتأديم المسؤولين على ارتكابها هذا الفصل الرابع خاص في المخالفات المالية وتأديم المسؤولين هذا لعدة سنوات سابقة طويلة لم يفعل ولم يطبق ولم يبحث في أي مجلس من المجال السابقة الأسف يعني يمكننا جديدين على العمل البرلماني ولكن السياسي نحن كنا متابعين فصل مثل هذا سنوات طويلة لم يفعل جريمة هذا الفصل يحتوي على 22 مادة معطلة جريمة أنا استغرب من المجال السابقة أمانة 22 مادة معطلة اللي فعلا يعني متى ما فعل هذا الفصل راح ترون في المستقبل بأن حجم المخالفات سوف يقل بشكل إيجابي كبير وكانت اللجنة قد أحالت تقاريرا بهذه الموافقات إلى مجلس الأمة لتحديدها ضمن جدول أعمال الجلسات المقبلة رباب بداح الراي في الخرطوم أجمعت اللجنة الخاصة بجائزة التمييز البرلماني العربي على تكريم رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم تقديرا لجهوده الكبيرة لإنجاح عمل الاتحاد البرلماني العربي وخدمة قضايا الأمة العربية رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك قام بجولة جوية تفقدية لعدد من مشاريع الدولة الكبرى التي يجري حاليا العمل على تنفيذها عقب حضوره مهرجان الموروث الشعبي الذي افتتح برعاية وحضور أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد واستمع الشيخ جابر إلى شرح مفصل من الوزراء الذين رافقوا في جولته عن سير العمل في المشاريع المختلفة وما تم إنجازه من أعمال وفق الخطة الموضوعة لكل مشروع كما وجه الوزراء إلى ضرورة المتابعة الحثيثة للمشاريع والعمل على إنجازها وفق البرنامج الزمني المحدد في عقودها مشددا على أهمية الالتزام بما جاء في عقودها وعدم الإخلال بها ضمانا لإنجازها بالوقت المحدد لها وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء عبد العزيز الإبراهيم زار مشروع طريق الجهراء الممتد بين طريق وصلة الدوحة السريعة ودوار الأمم المتحدة حيث طلع على سير العمل في المشروع الذي يتكون من ثلاثة جسور تكمل سابية الطريق بين محافظة العاصمة ومدينة الجهراء وبلغ طول الطريق الذي يخدمه المشروع حوالي ثمانية كيلومترات بكلفة إجمالية بلغت خمسة وأربعين مليون وثمانمائة ألف دينار هذا الطريق يعني يكمل الإنسيابية اللي بدأناها من دوار الشيرتون بحيث ينسى بالطريق إلى أن يتصل بالطريق السريع اللي هو طريق الجهراء وبالتالي من يخرج من مدينة الكويت مباشرة يستطيع أن يمشي وينتهي بالجهراء بدون أي توقف كل الإشارات المرورية اللي تحت يعني رح نعديها بجسور علوية تحتها في تقاطعات أو في دوائر بحيث يكون في انسينابية في الحركة بلدية الكويت أكدت انتهاءها من تسليم وزارة الإشغال العامة أربعة مشاريع تتعلق بالطرق الإقليمية والسريعة الرابطة بين المدن والمناطق الجديدة في الكويت من خلال تثبيت حدود حرم الطريق وأبعاده النهائية وقال مساعد المدير العام لشؤون قطاع التنظيم العمراني والمخطط الهيكلي في البلدية أحمد المنفوحي إنه وجه خطابا لوكيل وزارة الإشغال العامة يفيد بالانتهاء من أربع اتفاقيات مهمة لإنجاز عدة مشاريع خاصة بالطرق الرابطة بين مدينتي صباح الأحمد والخيران السكنيتين وبعض الطرق الأخرى برقية تعزية من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد إلى الملك الأردني عبدالله الثاني عبر فيها عن استنكار الكويت وإدانتها للعمل الإجرامي الذي قام به تنظيم الدولة الإسلامية بأعدام الطيار الأردني معاذ الكساسبة كذلك بعث رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ببرقية تعزية إلى رئيسي مجلسي النواب والأعيان الأردنيين أدانا فيهما قتل الطيار وفي الأردن أعلنت وزارة الداخلية أنه تم فجر اليوم تنفيذ حكم الأعدام شنقا بحق ساجد الرشاوي وزياد الكربولي العراقي الجنسية بناء على حكمين قضائيين صادرين بحقهما من محكمة أمن الدولة بدوره دعا الأزهر إلى قتل والصلب وتقطيع أيدي وأرجل إرهابي تنظيم الدولة داعش فيما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الإمارات انسحبت من حملة الضربات ضد داعش بعد أسر الطيار الأردني ضمن جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في الحد من انتشار المخدرات تمكنت إدارة العمليات من ضبط مواطن وبحوزته كيلو ونص من مادة الشبو وثلاثين جرام هيروين وسبعمائة حبة مخدرة ومسدس وشوزن وكمية كبيرة من طلقات مختلفة الأشكال وجميعها بغير ترخيص كما تم العثور على مبالغ كويتية وسعودية مزورة وجهاز يستخدم لتزييف العمولات وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود قال إن المشروع الوطني الثقة بالنفس يمثل تطبيقا عمليا لرؤى وتوجيهات أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وخلال رعاية حفلة تكريم الجهات المشاركة في مشروع غرس مبادئ الثقة بالنفس لدى الطلبة في المدارس الحكومية قال الحمود إن أمير البلاد مهتم بأبنائه الناشئة والشباب وتنمية قدراتهم وتعزيز قيمهم الوطنية العلمية والعملية بما يحقق لهم التمكين والتميز من أجل خدمة البلاد إن الشراكة المتميزة بين اللجنة الأولية للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية ووزارة التربية ووزارة الدولة لشؤون الشباب في رعاية هذا المشروع الوطني الهام وتنفيذه منذ انطلاقته في شهر سبتمبر عام 2013 والذي استفاد منه أكثر من أربعين ألف طالب وطالبة من أبناء الكويت في مختلف المراحل الدراسية يمثل منهاجا للعمل المؤسسي تعمل قيادة السياسية الأولية بالبلاد على ترسيخه الهدف الأساسي من هذا البرنامج وأيضا من برامج التربوية في وزارة التربية هو غرس المثل العليا في نفوس أبنائنا الطلبة كي يكون لدينا في النهاية كوطن جيل متعلم أخلاقي السلوك محب لقيم الخير حكوميا أيضا ثمن وزير التربية والتعليم العالي بدر العيسى جهود مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والمركز العلمي في إقامة معرض ألف اختراع واختراع منذ بدء التحضيرات له عام 2010 معتبرا إياه بمنزلة إحياء لجوانب من الحضارة العربية والإسلامية جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير العيسى ممثلا أمير البلاد في افتتاح المعرض اليوم والذي يستضيفه المركز العلمي بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي نشكر المسكويت تقدم العلمي وعلى رسم المركز العلمي في دعوتهم لهذا المعرض المتميز حقيقة بدأوا فيه من 2010 ولديهم ثلاث نصف من هذا المعرض في أوروبا وفي شرق آسيا وفي الدول العربية ويبدو أن هذا المعرض إحياء لحضارتنا العربية القديمة الإسلامية وزارة التربية وحتى وزارة التعيم العالي تدعم المجالات العلمية بشكل كبير وطبع طالما من المعرض موجود للمدة شهر في الكويت سندعو طلبتنا وليس طلبة التربية حتى طلبة الجامعة لكشف اكتشاف هذا المعرض الارتقاء بعمل منتسب وزارة الخارجية هدف الدورة التدريبية المتخصصة التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع لجنة الدولية للصليب الأحمر وأكد وكيل الوزارة خالد الجارالة أن هذه الدورات تعمل على إكساب منتسب الوزارة المهارات المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان موضحا عزم الوزارة على استمرار إقامة هذه الدورات بعد أن لمست مردودها الإيجابي أكساب هؤلاء العاملين بوزارة الخارجية سواء منهم في الداخل أو في الخارج لمثل هذا الجانب المهم من عملهم بوزارة الخارجية سيمكننا بالفعل من أن نرتقي بأداءهم وبدورهم وبعطاءهم في وزارة الخارجية خصوصا عندما يكون الموضوع متعلق بقضية وبمسألة محورية وهي قضية حقوق الإنسان معرض الكويت للإخود في سنته الثالثة مثل لوحة من الفخامة والأصالة وجمع بين دقة التصنيع وجمال التصميم وقد افتتح معرض العام وزير المالية أنس الصالح الذي أعرب عن فخره واعتزازه بفعاليات المعرض والنمو الذي شهده فيما تعكس المشاركة حجم وتقدم صناعة القوارب والإخود في دولة الكويت ودول المنطقة تشرفت اليوم بتمثيل سمورة يسمي السزراء لرعاية تفتاح معرض اليخود في سنته الثالثة والحقيقة أنا سعيد بالنمو اللي شفته والتقدم اللي شفته ما بين العام الماضي وهذه السنة وهي صناعة القوارب صناعة متقدمة وصناعة تحظى باهتمام دول المنطقة على اعتبار أننا دول مطلة على الخليج العربي ويعني بإذن الله سوف سنة بعد سنة نتأكد أن نذل كل المعوقات الموجودة في طريق العارضين مستشفى السيف أعلن خلال مؤتمر صحفي عن انضمام نخبة من الأطباء إلى قسم العظام وهم مجموعة من الاستشاريين والمختصين العالميين وذلك بهدف تقديم أفضل خدمة طبية وصحية للمرضى نحن بالمبدأ عم نعمل كل الاختصاصات الجديدة في منها في بعض الاختصاصات عاملينهم نحن الأولى بالشرق الأوسط وفي كم حالة عاملينهم الأولى بالعالم حتى مثل زراعة الغدروف نحن الأول خمسين حالة عملتهم بالسنين اللي مضيت أول خمسين حالة زراعة غدروف من نوع الكوندرو تيشو تابعوه للركبة وعملنا أول حالة بالعالم قدمناها بفلوريدا بمارتش السنة الماضية اختصاصي أنا زراعة مفاصل الحوض ومفاصل الركبة أنا أعمل عدد كبير من هذه العمليات يفوق الأربع تلاف عملية بعدين جراحة الكسور ومناظير الركبة كمان في عدد يمكن يفوق هذا العدد الاتحاد الوطني لطلبة الكويت اختتم فعاليات مهرجان هلا فبراير والذي نظمه على مدار خمسة أيام جاءت الفعالية الأخيرة باستضافة عدد من الأشخاص المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي وقبل بدء الفعالية وقف الحضور دقيقة حداد على روح الطيار الأردني الذي قتل على يد تنظيم الدولة الإسلامية داعش أبسط شيء نسوي لأخواننا في الأردن أن نعزيهم على فقيد الأمة الإسلامية لذلك لكل الموجودين حتى اللي بالبثات حتى المشاركين لنا هذه وقفة إنسانية كوقفة حداد لمحاد الكساسبة ونقرأ عليه صرات الفاتحة الأخضر يضلل مؤشر الكويت وبرميلها تابعونا في الصفحة الاقتصادية بعد هذا الفاصل من جديد أهلا بكم بالأخبار الاقتصادية سوق الكويت الأوراق المالية أنهى تداولاتها اليوم على ارتفاع مؤشراتها الثلاثة بواقع ثلاث عشرة نقطة للمؤشر السعري ونحو ثلاث نقاط للوزن وتسع نقاط ونصف النقطة لمؤشر كويت 15 وبلغت قيمة الأسهم المتداولة عند الإغلاق نحو 33 مليون وثمانمائة ألف دينار كويتي في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 275 مليون سهم لليوم الثاني على التوالي حقق برميل النفط الكويتي قفزة سعرية لافتة وذلك في تداولات أمس حيث ارتفع بمقدار ثلاثة دولارات واربعة وتسعين سنتا ليستقر عند مستوى تسعة واربعين دولارا وواحد وتسعين سنتا للبرميل وفي أسواق النفط العالمية ارتفعت أسعار العقود للآجلة للنفط الخام لليوم الثالث على التوالي مسجلة أكبر مكسب لها في يوم واحد منذ يناير عام 2009 بطولة الخليج في الكويت والملعب مجهول التفاصيل في صفحتنا الرياضية بعد هذا الفاصل من جديد أهلا بكم مع الأخبار الرياضية أكد رئيس لجنة لدراك ريس في نادي باسل السالم الصباح لسباق السيارات والدراجات الشيخ دعيج الفهد جهزية متسابق النادي لتسجيل مشاركة إيجابية في الجولة الثانية لبطولة قطر الدولية لسباق السرعة للسيارات والدراجات الألية وقال الفهد أن البطولة تحظى بمشاركة واسعة وحضور جماهري غفير معتبرا إياها إحدى أقوى البطولات التي ينظمها نادي قطر لسباق السيارات والدراجات النارية وأضاف أن البداية ستكون مع تجارب السرعة قبل أن تجري المرحلة الأولى من السباق ثم سيقام السباق النهائي للدراج ريس بمشاركة نخبة من الفرق الكويتية أعلن السهو السكرتير عام الاتحاد الكويتي لكرة القدم أن لجنة الدائمة للأمناء العامين لاتحادات دول مجلس التعاون الخليجي ستعقد اجتماعا في الكويت في السادس عشر من الشهر الجاري لاعتماد الدولة المستضيفة لخليجي ثلاث وعشرين وقال السهو أن لجنة سترفع توصياتها لاجتماع رؤساء الاتحادات الخليجية الذي سيعقد في السابع عشر من الشهر الجاري لاعتماد الدولة المستضيفة للبطولة بشكل رسمي وكان العراق قد اعتذر عن استضافة البطولة لأسباب أمنية لتكون في البديل وتصديف فعالياتها رسميا من جهتها أعلنت الهيئة العامة للشباب والرياضة عن عدم إمكانية استضافة البطولة في استاذ جابر الدولي حتى الآن والآن مع جولة على أحوال الطقس وفي استعراض لدرجات الحرارة المتوقعة ليوم غدا في مناطق الكويت اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة